ملتي يديك معه الحمام قول لي شنو تيدير لك بالضبط عاود لي من الأول شنو تيدير لك حتى الأخر ما تخافش أولدي والله ما تقاسك شي حاجة تا واحد ما غايستك الخبار اشتي عمو كريم ما غايستكش الخبار غير عاود لي والله يرضيع لك عافك أوليدي عاود لي يا حبيبي عاود لي يا واشغنقول لكم يا أخوتي هذا رأى أوليدي هو اللي خرجت بيه من الدنيا عرفتوك تمزوجة وحد زواج ديال الصوقع باش تعرفوني أنا ما عندي زهر النهار الأول بالي يا الراجل هو هاداك قلت صافي هادي هي ضربتك يا مونيا الراجل علم الزينو وعائلتهم بيخير عليهم وعند كلوسة وحدة إيو بغا تعيشي معاهم فوق السلك ولكن ذاك السلك أضربني فيه الضوء عرفتوش خرجوا فيا قتلوني قتلوني اهربت أنا وليدي قتل يوم سمحت لكم في الجمل ومجمل أعطوني غير تيساه وبغا غير مرتاح وحتى هما لقاوها من الجنة والناس خلاوني أنا وولدي تنتمرمد والله ما تعرفوه احتبرت طاعد الحليب ضربت عليه تمارة وكبرته ما خليت فين خدمت خدمت في الديور وخدمت في القهاوي وما خليت ما خدمت احتى من شطابه في الزنقة قدرت النقابه وشطبت في الزنقة واحد يعطيك شجراهم واحد يدفل عليك واحد يعيرك واحد يبغي يتحرش بيك وحتى العائلة اللي غايحنه عليها ما يتممتي حبيبتي بقا غير الوالد اضربها بتزويجة مرةها تلت شهور اما خوتي كل واحد جرى عنده ولداته ما تعرفكش حتى بدرهم ضربت تمارة على هاد الوليد حتى ولت عنده ربع سنين وأنا غير من دار للدار ومن بيت لبيت ما خليت فين سكنت نسكن هنا شهر ويجيني غالي ونمشي لهيه شهرين ويجيني غالي الكرة غالي المصاريف غالية الولدتي مردو خصو الطبيب تمحنت يا خوتي بقت نقول كون غير صبرت وبقت مع ذاك الراجل وخنشوف معاهم الويل غير مهم ما يقول ليش مني اب وام انا ودلا مني الاب والام تمحنت بزاف والولد تايكبر او من حدو تايكبر ومسؤوليتها تزيد راكم عارفين يا العيالات يا اللي مطلقات ويلا اللي هارب عليكم الرجال عارفين هادشي اللي تنعود ليكم هيوا بقيت على هاد الحال تنضرب في التوامر حتى الوحد النهار هو يعيط علي الواليد ما عرف كدر حن عليها والله ما عرفت هاد الحانان كدير اعمرو ما تفكرني حتى بطوبة دي السكر هي الاخرة يقول لأ بنتي مسكينا را طار بنتمارة على هاد الوليد وتقول هذه الهضرة اللي تيهضر معايا غير قزز خايف لانطلبه وانا عرفت وكانت عندي نفس 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 ما تردبت تاوحد حالتي باينة اللي شاف ميتي يقول لي نفسك حارة هي تقول لأ فيها غير قادر بتمارة ومنمد شي دي لشي واحد تنخدن بالتراعي ونجيبها بضعرقي والله ما نمد دي دي للخوتي وللعائلتي ومرضة بتاوحد وحتى اللي كانت عندنا شي مناسبة والله تنمشي لابس أحسن بس وولدي لابس أحسن بس من اللي تيكون شي عيد تيمشي لابس ولدي أحسن بس وأحسن سبطات تنقول ما نخليش ميت يضحكوا عليا ويقولوا ها هي حافيها المهم كنت ضرب أخدكم تمارة راني تنعود لكم كل مرة هالضربة تمارة لأنني ضربت تمارة دي للصح ايوان نكمل ليكم عيط علي الواليد ودور معي بواحدة الربعين الفريح والعجبة سيدي واش الحب ستتخرج منه الصداقة ما عرف كترة والله ما عرف كترة هي واش تديدك الربعين وقلت شغان دير بيها ماشي النوت نخسرها على الخوة الخاوي حتى أنا وخاهكك رعان دي العقل وكتنعرف راسي شتندير حتى أنا غير من ديك الخدمة الملاوطة جامعة فليسات وجامعة حسيسات حتي لدوير الزمان ما تعرفي الولدي امرض ما تعرفي أنا امرض هي وازدت هادي على هادي ومشيت طلعت لك الكازا وشريت الحوايج أشغل ديري يا مونيا غندير للفراشة وشحى من واحد دار الفراشة ورجع لها باسعدي هيوان نط بكري وحطيت ولدي عند واحد السيدة صاحبتي وقلت لأختي هنا عندها نتقدها وصلت ونعتوني الناس فين غنمشي وبقيت هادي مزيانة هادي مزيانة هادي مزيانة هادي مزيانة هادي مزيانة هادي مزيانة تقديت من دكش ايوانا تنتقدها وانا تلاقي واحد السيدة عاوني هازم معايا حتى البلاست الكيران بقينا نهضروا انتي منينتي انا من هنا انتا من هنا لقيت وساكن معايا في نفس المدينة حتى هو تيتقدم ايوان تعارفنا وعاوني مسكين ما نقول لكمش وقف معايا وقفة ديال الصح وانا محتاج الراجل اللي وقف معايا ايوان اللي جينا في الكارجة قالس حدايا ايوان تعاودنا وتهاودنا وحتى هو كان عنده واحد ززواج اللاروب مصدق ليش وانا تقانرا كيما عاوت ليكم ايوان حطينا الراس على بعضياتنا تقولي كنت نعرفو منش حال هادي ايوان من اللي مشيت بغيت نبيعه نشري ما عافت راسي فين نحط ديال الفراشة ورا نعيط لي حيث وقنا عاطيني التليفون ديالي قلت له يا اخويا يا كاريم ارى اني هالحواي شريتهم ولا اني فين عنحطها ارى اللي وقفت حدا تيجريع لي وعاد زيدك على المخزن وعاد زيدك راكم عارفين ايوان هو يجي عندي قال لي فين ساكنة قلت له ها فين ساكنة جا عندي قال لي يالله نديرو الشيقه ونهضره قلت له هي الاولى وهو شا اقول لكم تعولي علي راجل امص ما اهضرتوه من كلامه يعني ما ما يعيبو الله فتح حاجة وكان عندو ذاك الموتور ذاك الريبورتير ولاش تيقولولو ايو قال لي شو في عادة الناس انا اركي عجبتيني ولقيتك ناضية وللومولاتي وانا تنبيعه وانتي تتبيعي لاش ما نجمعوش هالشي مع بضياتنا ونبيعوه مع بضياتنا وارزق اللي جا نفرقوه وما نكتبش عليكم عجبني الحال وقل لي كل شي بالورايقات قلت له كل شي بالورايقات و بسم الله ما نقول لك هاتو كل على الله تكشي اللي كان قريبا شي عام ما تنتحاسبش معه اللي باعها تيجيبها لي انا اللي تنفرق و انا اللي تنعطيها السيد ما نقول لكم شو الله يعمر له الضار هو كان كاريبيت وانا كاريبيت وقاع اللي تيعرفوني تيقولوا لي يعيش ما نجمعوش شمل وتزوجوه ايوا ما نكتبش عليكم انا خبت من الهضرات الناس وانا نطرح عليه هاد الفكرة قلت له كاريب ايش ما نزوجوش قل لي وديم عندي كين دير ودبعنا كاريبيت وانتي عندك الورد و سيد بحال يمعقدوه تزوج يوقينا بحال هكو احتوالينا تنبغيو بعضياتنا ما تيفرقناش غير الناس في الليل نهار كله وانا معه تنطيب لي هون ديرو حتى البيت ديالو ولكن غندكر له الزواج سيد بحال تيقندش وقلت خليني اللهم مسند عليه ووقف معايا وتيجي بلي رزقيته البطار وما تنضرب حسبه لتا حاجة او لم قاع له الزواج مزواج 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 حتى يهرب لي حتى هوايا وخان عارفة راصرها هاتشيرها غير حرام وتنطلق معاه وتنشي عنده البيت ديالو و هو ما كانش تيجي عندي ولكن انا تمشي عنده البيت ديالو وكان مهنيني حتى من ولدي يوغي بدأ ولدي تيكبر شوية وتبارك الله كان اعلم زويناته وغليد وفن اللي شابوتي يحمق عليه هو يقول ليك سنين رحل حداك ضروري نشوف شي بيت حداك في نفس الحي باش نعاون لك الولد ونكونوا يعني يدو حدا ولكن كما قلت لكم غندك ورزواج تايقندش وما تيبقى شحى من راسه يوش هنقول لكم أصحباتي أخوتي عفتوا أنا معاكن عندي ذاك الفارغ العاطيفي صافي ما بقيتش تنقدر الناس بلا ما نشوف واللي تنحمق عليه ولم عمر لي وقتي معايا في الخدمة تنبيع ونشري وخلاص أنا غيرتنقلس حداه هو اللي تيتكلف بكل شي راجلونس ومن اللي تنجيل الدار تنطيبان ونقادون صايبون ونديلي هذا الدار ما بقيناش نتفرقوا وعاد من اللي والديتي يبغي يحفظ ويقرأ كان هو اللي تيتكلف به وحتى من الحمام تيقول لي يا شوفي أنا اللي انتهي الحمام ونغسله وهنا فين كي المشكيل وفين غايب ذا المشكيل وولدي في الأول كان ما تيبغيش يمشي معه الحمام تيبغي يبكي تيقول لي اللي ما نمشيش تيقول له لاش غايقول لي يا علاش واشانا يا مرة غان مشي معك أوليدا الحمام وغسني ندور مع الكسال ومع الشي واحد اللي يغسليك ونتعارف عندنا غاب بيت والبرد ومع عندك شتفين الدوش عشان قول ليك وولدي تيقول لي وواله ما نمشيش معه ولكن مع الوقت قول لي تيحمق عليه وتيقول لي وقتاش يديني عمو كاريم الحمام وقتاش نمشي عند عمو كاريم اش تيبغي يكون مقلق معايا غين نقول له تبشي عند عمو كاريم تيبقى الدري تيطاير وينزل تيطاير بالفرحة وانا تنقول راه يمكن حيت مهللي فيه وحيت عزيز عليه ولكن قول لي يا الحمقى عمو كاريم طرح شاركك انتي وياه انتي فالنهار وهو في الليل من التي يمشي دير عنده المراجعة طلع عمو كاريم تيتحرش لي يا بولدي ايه 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 زيد النهار تسمع اخبار ما عرفت هادشي تلوحد النهار ولدي بيتي بكيوتي غوت فيه الحناش عش اوجهكم ايه واش اديتوا انقلبوا لقيت لولد حالته من اللور تخلحت عيط الكاريم هو اللو والحيت هو اللي كانت مستاشر معه وتنهضر معه قلت له ما عرفت شو ولدي ماله حاشكم المخرج ديارو كله طايب قل لي يا راه ما فيه والو راه غالحناشي مكلي فيه تقيلي حك راتة ما اللي تكون عندي هنا تيحك اوانا شده قلت له شنو هادشي فيك قل لي ما فيه وارو قل بغي يقول لي شنو هادشي وشي واحد يقرب لك من اللور قل لي يلا قل لي يلا قل لي يولا غنطك شي قتلى دلعسا ايه والولد بدأت يدمع وتيبكي قل لي راه عمو كاريم قلت له إلى عمو كاريم ايه واقر ليا بكو organizing ووحلت واحد الوحلة هاولي على عمه كاريم هذا هو كاريم اللي أمنته على ولدي وأمنته على راسي طلع بحل هكا سيتفل لي على الولد ويتفلتها لي انا ايوه ما نقول لكمش ما لقيت فين هنا انت دراس ما عرفت لمن غن توجه ونمشي ما عرفت لمن غنقولها مشيت غير عنديك صاحبتي اللي تنعاف قلت لي يا اختي غنقول لك واحد الحاجة ولا اني ستريني قلت لي اش كاين قلت لي راها شنطرا وها شنطرا وها شنطرا ناري ضربت فراسها وقلت لي اش هاد الهم اللي سمعت كاريم يدير هادشي قلت لي كاريم مغتي يدير هادشي وهي تشد والد العودة وبدأت تتسوله قلت له شوف ايلا قلت لي رح هاش غنشريلك واشنو نشريلك والولد مسكين مع اخواف وكانت هو تهده ويقول لي ايلا قلت لي هالمامك غنمشي غنقتلها لك وغنخليك بلا مامك واشوفوش كانت يقول الولد وانا يا تنقول هاده هو اللي متكيعلي وهذا هو الساند ديالي اصدقتي يحفر لي غير من اللي تحت ايوا صاحبتي قلت لي شوفي مغت تسكتيش على هادشي غادي بديك العريبي ايوا بقيت تنسول قالوا لي خلي الدر يمشي عنده ودك الساعة انتي غنجي بيله البوليس لكن اخوتي هاد الفكرة اللي قلت لي صاحبتي ما عجباتنيش وحدة من وحدة خفت على راسي انا السيدة تنمشي عنده بلا عقد بلا وانو وتنصفت ولدي عنده وخافت البوليس اللي يقول لي انتي يا راك انتي المسؤولة تتصفت الولد هكا قاصر عند راجل واصلا انتي ما عندك مع هلا عقد المهم خفت من الصباح وحاجة اخرى خافت لا ولدي سيقوله الخبار انه هذا دار في هادشي والحي في مساكنة انا اغاي ياكلوه الدراري ماكله ما غايقيلوهش واخنع ياما حضيفيه هادك الشي علاش اجمعت شريطاتي وهزيت ولدي وهزيت الدقة من ديك المدينة ما عرفني لا كاريم ولا صاحبتي ولا اتى واحد ما عرفوني فين اعطيت الراس يك غير الكرق وغير بيت بيت فيما مشيت غلقه وبعت على المدينة فين كنت وكريت وعايشة باخير ولكن المشكلة اللي عندي واللي ما تنعش بسبابه هو ان ولدي صاحب لي يغى مع البنات من اللي يهدر يهدر غير البنات من اللي بغي ياخد شي كتاب لناخدهم عند فلانة او لفلانة جايبالو شي كتاب راني تلاحظ فيه بأنهم تشبت بالبنات بزاق ومن اللي تنشدون هدر معاه تنقول لولدي انت راك راجل وراك ولد خسك تنشي مع الولاد هل اشتك تنشي غير مع البنات تقول يا ماما الولاد خايبين ما حرف تش دابه واشتك شي قطر فيه واشتك كريم تشوفوا بحل شي ديناصور وصاف يحكم على الولاد وعلى الرجال كلهم بحلقك ولا هارب منهم ما حرف تش ولدي واش ولا دابة لحد الآن ميتلي واش مستقبلا غايبقى يمشي ليه مع الولاد ومع الرجالة ما بقيتش عارفة راسم الرجلية وحتى الفلوس باش غانتدين الشتبايب نفساني ولا نشوف ما شي حاجة اللي تخرجوا من هاد العقدة اللي هو فيها ما عنديش وحرت حرت حرت واندمت على النهار اللي تلاقيت فيه كريم وعلى النهار اللي بغيت نأول على راجل انا ما لقيت الخير احتفبه ما بقى عاراجل من تيساع وهدي هي حكايتي